الفتيين تعبونا والزياطين عرفونا بيفتوا كتير وزياطوا لما تيجي ترجع للحقيقة تلاقي ان كلمة زياط لها اصل في اللغة اصلها كثير الصياح يتكلم كتير تمشي في الشارع تسأل على عنوان وتقول يا اهل الله ما تعرفوش العنوان الفلاني اه نعرف اصلحنا شعب ما يعرفش يقول ما عرفش عارف لو قال اعرف ممكن يكون عارف بس تتفاجئ انه هو مش قادر يقول انا مش عارف مشكلة كبيرة المشكلة دي انا وانتم وكلنا عايشين فيها حتى امك في البيت الستة الطيبة اللي ما بتقبلش عليك الهوى لما تقول لها يا ماما يا حجة انا حاسس ان جسمي مقصر يا نهر ابيض جسمك مقصر في ثواني تلاقيها اشتغلت طبيبة تخش المطبخ يا حبيبي تتشقلب كده وتعمل شوية حاجات على بعض وتجيب لك مشروب تشربه وتقول لك توكل على الله تشرب المشروب تلاقي نفسك خفيت ستي وستك وانت صغير لما تقول لها يا ستي انا تعبان شوية تحط ايديها على جسمك وما تعرفش هي بتقول ايه وتدعك لك مكان الوجع وتمسح عليه وتبص تلاقي الوجع راح وانت بقى في البيت مع ناسك واهلك او في الشغل تقول لهم انا عندي عندي شوية صداعة ايه ده انت تحت يعني كسود هو انت فطرت اه يمكن ضغطك واطي يمكن ضغطك علي هو انت قس السكر طب انت اه ما روحتش الدكتور ما تكشف على نفسك تلاقي كلمة اتطمن على نفسك دي في الاخر خالص ليه بقى قصي احنا تعودنا ان احنا ما نقولش ما نعرفش ما ينفعش عارف لو قلت ما عرفش تزعل من نفسك يقولك تروح عند الدكتور اللي هو الطبيب عشان الدكتور ده يحمل كذا معنا تقوله يقولك هو انت بتفهم في الطب لا انا بفهمش في الطب خلاص خليك ساكن تمام تروح للمهندس انت بتفهم في الهندسة تقوله لا يقولك خليك في حالك تروح للمحاسب يقولك انت بتفهم في المحاسبة كل واحد في مجاله بيعرف يرد كويس تمام تروح للمحامي واخبالك يقولك انت بتعرف في القانون تقوله لا يقولك طب خليك في حالك خليك في حالك دي كلمة جميلة مش وحشة عارف ليه عشان ما تقزيش غيرك والله سامحوني احنا مجتمع زياط مجتمع فتاي مجتمع يحب يقول اللي ليه اللي ليه فيه واللي ملوش فيه ده كلام منتهي عشان كده النهاردة بنتكلم عالجزئية دي لان هي من اهم من اشياء في حياتنا لازم نواجه الزياطين الناس اللي هي كثيرة الصياح من جوه مصر ومن بره مصر اصلي في ناس اعدالنا ما وراهاش جد حاجة واحدة يطلع الكلمتين على الفيس طبعا انتو عارفين الفيس واخواته يطلع كلمتين ويجيب لك صورة ما تعرفش جايبها منين يزيط بقى عايش يزيط هيعمل ايه يروح طالع اي الكلمتين حدثة مش عارف في منطقة كذا حريق ويجيب صورة لحريق طالع وتكتشف في الاخر والناس عملا تشير ولا عارفوا اي حاجة مفيش مصدر مفيش مصدر هو جاب الصورة ما تعرفش جابها منين وحط شوية نار ورح جايب اه ده في حريقة في الحتة الفلانية ومش عارف ويعمل لك قصة وشير شير 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 الله يخرب بيت الشير بدون ما ننتبه يقول لك اصل فلان توفى يطلعوا اخبار فلان توفى رحمة الله على الجميع رحمة الله على كل انسان عارف الله ربنا ما يحرمنا من معرفة ربنا تلاقيه يطلع يقولك فلان توفى او فلان مات ويكون فلان ده لسه حي انتوا طبعا بتشوفوا الكلام ده كتير خد بقى الجديد الهندسة والطب والمحاسبة والقانون تيجي في المهم بقى ليك في الدين اه طبعا يا عامة ليه في الدين ده انا بصلي يا عامة بتصلي هو انت عشان بتصلي يبقى ليك في الدين وتلاقيه اعترض على مشايخ قبار وعظماء بيعلموا امة الشيخ ده ولا العالم منطقة اوعى اتقرب منها ليه لان حضرتك الشيخ او الامام او العالم الديني ده منطقة منطقة خطوط حمر هتقولي اللي هقولك ليه لان ده ممكن يكون والي من الاولاء اللي هالصالحين زي سيدنا الشعراوي الراجل اللي الناس كلها كتبتحبه مسلم ومسيحي كل الناس كتبتحبه ده اللي ما ينفعشي تتكلم عليه ده هو في مكان احسن من مكاننا تيجي تقوله تعرف في الدين يقولك انا اعرف في الدين طب يا عم حافز كم صورة تسألوا والله العظيم يعني هقولك على موقف انا اعرفه حصل حقيقي موقف حصل بالفعل واحد ارسوا عليه وسمحوني يعني طبعا اللي انا هقوله ده عشان ده حصل بس ده مش بعيد في الدين ده انا بقولك الناس من كترة الزيطة في الدين يقولك ايه بقى تقوله انت حافز حاجة من القرآن يقولك انا حافز يا عم حافز صورة المعون مثلا ارسوا عليه حافز صورة المعون قالك اه حافز صورة المعون طب سمع لينا صورة المعون عارف يقول ايه تسامحوني انا طبعا بحكي حاجة حصلت للأسف عشان هو فتاي وزياط وهباد قالك بسم الله الرحمن الرحيم هو اللي بيقول مش انا المعون ما المعون وما ادرك ما المعون شفت فتي وادفن وادف ده يعني واده انه هو بيقول كلام من دماغه عشان يظهر قدام الناس انه هو راجل ايه اه ذو معرفة هو ده هو ده الزياط اللي مليين المجتمع كتير اوي في موضوع الزيطة ده كثيرين الصياح بيتكلموا كتير ما يعرفش يقول معرفش ابدا معانا اه اتصال ايه والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحتنا عندي بيت في قرية اسمها قرية حلب البيت دي جيه ابن طلعني منه وجعت فيه ناس من عانب من الشارح بلقدي طيب الناس ديك هستأذنك حالك هستأذنك حالك هستأذنك حالك وهو ما فتر الجالة ووضعين يدهم على البيت ممكن تسمعيني طيب ممكن تسمعيني ولانا قدر اخش البيت حضرتك طيب حضرتك سيبي سيبي تليفونك في ال في الكونترول وان شاء الله هنتوصل معاك موضوع الحلقة بتاعتنا اعتقد ان هو ظاهر مواجهة الفتيين والزياطين انا بشكر الحجة اللي اتصلت احنا مع اي حد في اي مشكلة ان شاء الله نحاول نساعدهم بس العنوان بتاعنا واضح الزياطين كتير ما يعرفش يقول ما عرفش انا رحت المعادي بسأل على شركة كانت بتطلع الناس الحج قعدت تلت ساعات الف عارفين ليه تلت ساعات لو حد من الناس المحترمين في المعادي قال لي الشركة دي مش موجودة هنا كان ريحني لكن والله تلت ساعات يقول لي شمال في مين يمين في شمال فكرني بالفيديو بتاع الفنان احمد حلمي وهو كان نازل مصر ما كان عايش في امريكا في فيلم عاصر اسود واخد بالك بيسأل على ايه بقى بيسأل على الهرم فبيقابل ناس مصريين مخرج المحترم سيد محمد لو ينزلنا الفيديو بتاع الفنان احمد علمي وهو بدور على الهرم واخد بالك ايه ده مهزلة دي حقيقة فضلت ادور في المعادي ثلاث ساعات على الشركة عارف حضرتك في الاخر والله ما لقيتها وازعلت من اهل المعادي تمن ليه عشان ما فيش واحد اجابني اجابة ريحة قلبي انا بكلمك على موضوع بسيط كده ده بيحصل كل يوم تعرف العنوان فلاني بص والله مش رايح نفسه اقولك معرفشي لا اه خش شمال في مين ايه ده يا عم ارحمونا شوية ارحمونا ارحمونا والله بطالوا فدي نشوفي المشهد معنا بعدين تلف في لوتيرن وترجع تاني عليك في ايه لوتيرن يوتيرن انا عليك مش فاهم انجليزي تمام كده عاش حاجة تاني تعبنا والله تعبنا الزياطين كتروا قوي طيب الزياطين دول بيعملوا ايه الزياطين دول بص يا اما يصدروا لك طاقة سلبية اشتغلوا عليك يقول لك بص بلدنا دي ما فيش منها امل مش انا اللي بقول كده ده هم اللي بقولوا كده كل يوم يطلع لك يزيط على الفيس واخواته يقول لك في مشكلة في الحتة الفلانية في مصيبة في الحتة الفلانية في اضراب في منطقة كذا اصل المنطقة الفلانية فيها قمامة اصل المنطقة الفلانية زحمة وما فيش المرور متوقف تماما واخبالك هو مش شغال غير على حاجة واحدة يقعد يهبت 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 ويزيط يزيط يزيط طب انت بتعمل ليه كده بيصدر لك طاقة سلبية عمره ما يجيب لك طاقة ايجابية عمره ما يقول لك مثلا اصلحنا ان شاء الله فيه تقدم عمره ما يقول لك مثلا ان فيه عشوائيات في بلدنا اهلنا في العشوائيات انتقلوا الى مساكن محترمة عمره ما يصور لك الصور الحلوة هو مش شغال غير على الزيطة يزيط ويكثر من الصياح والفتي والهبت وشير شير 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 ما بيشتغلش غير على كده ويصدر للروح السلبية للناس اول حاجة لازم تعرفها ان انت كلمتك عند ربنا سبحانه وتعالى ما بتروحش هباء ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا اه يا عم اقول ما عرفش وخلاص يا عم اقول مش عارف وريحنا يقول لك اصلنا البروفوسير اه البروفوسير انت عارف يعني ايه برووفوسير عارف يعني ايه البروفوسير لو عرفت معنى البروفوسير مش هتعيش معنا في المنطقة دي هتعيش في حتة تانية اللقاء كده 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 البروفوسير الدكتور الاستاذ العلامة الفهامة يا ابني رايحنا وقول ما عرفش يا حبيبي ما تزدش في الزيتة البلد مش مستحملة كله عمال يهبت ويزيط ويفتي بدون علم يقول لك اصل الشيخ الفلاني يعني ما بيعجبنيش يا اخي عنه ما عجبك انت علمك علمه ولا فهمك فهمه انت علمك علمه امتى تحدث المقارنة بينك وبين اللي قدامك امتى لما حضرتك مشكورا تصل الى مستوى المعرفة للي قدامك بص بقا يقول لك اصل المسئول الفلاني ده ما بيفهمش حاجة ما احترامنا طبعا لأي حد اصل الى فلان ما بيفهمش الدكتور فلان ما بيعرفش انت اللي بتعرف يقول لك اصلان معايا دكتوراه في الشارع دكتوراه في الشارع معا دكتوراه من اهلينة معانا اتصال اتفضل سلام عليكم فاندي ايوة مساء نورة فاندي بتفضل الله يكريمك الله يخليك والله حضرتك موضوع الفتن ده يعني بغطبق شعاعات فلابد يطبق تفيع القانون بكل من يرامض الشعاعات يعاقب بالحدي اسم الاستاذ معايا ايه احمد ابن المنصور ان شاء الله استاذ احمد انت انت رائع الله يخليك ايه انت جميل انت قلت جملة انا لسه كنت هفتح فيها بعد شوية عايزين نواجه ده بايه استاذ احمد اه بالذات حاليا نواجه بايه نواجه بايه عيتي الكلام تاني كده اه حضرتك كل من يرون الشعاعات اللي هي الفتن يعاقب عقوبة الحال الله مشكلتنا ان احنا حاليا بنتحارب كمجتمع مصري الشعاعات ودي اخطر حاليا احنا بنتحارب متشكلين يا استاذ احمد استاذ احمد نبهنا لنقطة كنت لسه هتكلم فيها مع حضراتكم معاقبة من يروجون للشعاعات ليه بقى اصل حضرتك الشعاعات دي مصيبة المصارب عارف الشعاع دي تعمل ايه الشعاعات دي تقلب كان بلد تغير حال ناس ممكن بسبب اشاعة يحصل جريمة اتل ومن الهري ما قتل اه والله والله العظيم ومن الهري والهبد والفتي ما قتل انت مركز معايا يقول لك اصلنا البروفوسير والدكتور والعلامة ماشي يا سيدي انت دكتور وبروفوسير بس دكتور وبروفوسير في ايه يقول لك انا معايا شهادة الحياة متشكرين ليك شهادة الحياة جميلة اوي احنا مش ضدك بس خليك في حالك خليك في اللي انت فيه تلاقي بتاع الشاي جاي بلك شاي ما احترمنا ليه طبعا بيشتغل شغلانا شريفة بس يروح سامعك بتتكلم في حاجة اه اصلا اعرف كذا تلاقي بيهري في اي كلام المصرين بقى الموضوع ده عندهم صعب اوي تلاقي واحد مثلا منزل فتوى على صفحته طب يا حبيبي الفتوى دي انت جبتها منين جبها من على صفحة ناس تانيين او على موقع الكتروني اسلامي او غير اسلامي او على موقع بياني بينشر بينشر لايه الفتوى طيب ده كلام جميل فيش مشاكل بس حضرتك بتنشر ده على صفحتك ليه ليه في موضوع كبير اوي انت بتفتي بدون علم انتبه للي انت بتعمله وتلاقي واحد داخل اللي يرد عليه والتاني يتخانق معاه وتحصل تشابكات على الفيس وده يشتم ده وده يهرف ده وده يهبد على ده ايه ده ايه ده بدل ما نبني نقعد نهرف بعض في حاجة ما لناشق وتلاقي كل اللي بيهروا دول ولا تعلموا شريعة ولا تعلموا دين ولا تعلموا علوم شرعية ولا دخلوا الازهر تحية مني الى الازهر الشريف المنبر الشريف وتحية مني للامام الطيب الذي ينتمي الى الى بيت رسول الله واشهد الله اني احبه في الله يتعلموا الدين صح بطلوا تهروا ولا هو اللي عايز يتشهر يطلع يشتم في الى في الناس المحترمة ما تبطلوا بقى بطلوا بقى الشهرة مش على حساب اللحوم العلماء مسمومة من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب انتبه انتبه كاللي بالك من الحتة دي يقولك اللي مايعرفش يقول عادس اللي مايعرفش يقول عادس طب هي يعني ايه مايعرفش تيجي ترجع للقصة فعلا الله اللي مايعرفش يقول عادس الناس بقى ايه اللي يحصل يقولك كان فيه تاجر كان بيبيع عادس فالحرامي سرق منه الفلوس وهو بيبيع العادس فالتاجر جري وراء هم عارفين ان هو بتاع عادس فالناس يقولك ايه اصل الراجل ده سرق منه عادس فتاجر العادس بيجري وراء هو اللي مايعرفش يقول عادس هو سرق فلوس بس الناس ما تعرفش يتقولك ايه ده سرق عادس وجري يقولك ده ولا ليه في الطور ولا في الطحين طب ايه قصة ولا ليه في الطور ولا ليه في الطحين يقولك كان زمان الفلاحين المصريين لما كانت الارض تجف ايه اللي يحصل يروحوا رايحين عند اصحاب الطوحين بتاعة الامح يروحوا للاغنياء يقفوا عندهم وهم بيطحنوا لايه الامح عايزين اي حق اي نفحة فيقولولهم ايه بقى الجماعة الاغنية دول ولا ليهم في الطور اللي هو بيلف ويطحن الامح ولا ليهم في الطحين تواخب بالك ولا ليه في الطور ولا في الطحين هو وقف بيسمع وخلاص هي دي المصيبة يقول لك يطلع بقى شوية اشعاعات كده من ضمن الناس الفتيين يطلع يقول ايه بقى يقول لك اصلي خلاص الحكومة عايزة تمشي اه الموظفين عشان الموظفين دول حملة على الدولة شوية فيطلع يهري يروح مطلع بيان اصدرت وزارة كذا اه بيان بان سن المعاش بقى خمسين وهي الحكومة ولا طلعت قالت ولا في وزير من الوزراء طلع ولا في بيان طلع وتلاقي شير 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 والاشاعة تنتشر كان زمان الاشاعة تنتشر اه قبل الفيس واخواته مثلا نقول في ساعة زمن النهاردة الاشاعة توصل استراليا في اقل من ثواني يقول لك الحق ده في مصر فيه مش عارف كذا ليه اصبح الشبكة العنقودية دي والتواصل الاجتماعي ده الاشاعات عليها ليس لها حصر بيقول لك بقى ايه بس المهم لما تفكر تهبد لازم تصيب عارف الهبات ده في اللغة يعني ايه الراجل اللي بيطبخ الطبخة هو ده الهبات طب والزياط اللي بيقعد كسير الصياح يقعد يهري ويكثر الكلام ويثرثر ايه ده ده احنا حتى في اختيار الالفاظ والمعاني ما بنسكوتش زياط موجود لها اصد الفتاي بقى ده ده اللي هو مش بيرفتي ده فتاي راجل كثير الظهور بانه هو عنده معرفة لكل الاشياء ما فيش حاجة عنده ملهاش حال تسأله في الهندسة يقولك يعرف متر السيراميك بكم لغاية متر الارض بكم ما عندهش حاجة ملهاش حال كله حاجة عنده لها معرفة عشان ايه بيعوض نقصه بيعوض نقصه تقولك يا صلا الحاجات دي بالخبرات انت لو عندك خبرة فعلا وراجل عندك اخلاق وبتراه حور متى اللي انت بتقوله مش هتقولي الكلام ده زاطة يا زيت وزياط عارفين الزياط ده بيعمل ايه بيجمع المنافقين المنافقين يتجمعوا على الزيتة حبوا زياطة ويهبدوا ويعودوا يقولوا كلام ملوش اي اساس من الصحة لان ما فيش حاجة اسمها الحقيقة المطلقة عشان نتفق ما فيش حد عنده الحقيقة الكاملة المطلقة وده كلام لازم نفهمه كويس قوي ما فيش عندنا لغاية النهاردة في المدارس وفي مجال التعليم الرأي والرأي الاخر ما بيعلموش ولادنا الكلام ده معلش احنا بنعلم بعضينا وبنسمع من بعض لازم نسمع قراء بعض طب معنى ان انا اسمع رأيك وتسمع رأيي امتى اسمع رأيك وتسمع رأييي قديني ماشي معاكوا واحدة واحدة عشان محدش يزعل مني من اخوات المصريين اللي انا بحبهم نسمع بعض انت نسمع بعض لما نكون زي بعض يعني ايه حضرتك يعني حضرتك النهاردة مهندس يبقى اللي يجدلك مين او ياخد ويدي معاكك الكلام ايه يبقى مهندس مش الراجل بتاع المحارة اللي بيمحر الشؤق ويمحر العماية ما ينفعش يجدل المهندس تمام طيب المحامي او المستشار لما نيجي نتكلم مع بعض نبقى زي بعض ما ينفعش نجيب واحد يعني شغل في عمل اداري مثلا او واحد في دراسته ما ارتقاش الى مرتقى المعرفة الكاملة فنقعد نجدل بعض لا ده اسمه هاري ده اسمه الهاري تواخد بالك ده اسمه ايه الهاري والزيطة والفاتي ما ينفعش لازم لما نيجي نتكلم مع بعض نحترم بعض الاول نحترم بعض الكبير يحترم الصغير خلاص نحترم بعض ده ما يزعلش نحفظ على انسانية واخلاق بعضينا نتطفق على كده معنا اتصال قالو 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 وعليكم السلام اتفضل وعليكم وعليكم السلام اتفضل احنا يا شيخنا جاتنا اشاعة زي كده جل واحد ناظر اتجامة البلد على بعضيه بسبب اشاعة ايه اللي حصل جامعة البلد على بعضيه لا اله الا الله لا اله الا الله اهي اهو مثال عملي من محافظة انا مثال عملي اهو اتصمعين معايا عشان محدش يزعل من اللي انا بقوله او حد فكر انا بتكلم في في حتة والناس لا اهي دي الحقيقة احنا بلد الزيطة والفاتي مش عايزين نحترم عقول بعض سيبوا العلماء تشتغل سيبوا الناس اصحاب الفكر النظيف تشتغل شوية هو ليه ما نعملش وزارة وناخد افكار الناس وننتجها في البلد نسمع الناس ونبطل هبد وفاتي بيقولك بسبب اشاعة ناس ماتت اروح ماتت الروح اللي هي اغلى حاجة عند ربنا ماتت بسبب اشاعة في حديث قدسي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اسمع معايا كده الجزئية دي عشان انا يعني كلمة عجبتني واول كنت اول مرة اقرأ هذا الحديث لسيدنا رسول الله لما الواحد يقول كلمة فالسيدنا النبي بيقول ايه لما الواحد يقول كلام كد يعني الناس اللي بتروج اشاعات وبيفتوه وبيهره هذا الرجل يكذب الكذبة فتطير كل مطار وتسير وتسير كل مسار ويظن المسكين اللي هو قال الكلام ده انه بمنأ من عذاب من عذاب الله عز وجل سيدنا النبي اللي بيقول ما هو الهري كتير والفاتي كتير هاخد الاتصال بس بعد كلام سيدنا النبي ما فيش كلام يعلو على سيدنا النبي ويظن المسكين اللي هو قال الكلام العمال يهري ده ويزير وتكلم على الفيس واخواته انه بمنأ من عذاب الله عز وجل وان الكلمة لا قيمة لها ولا وزن لها وهي في الميزان اثقل من كثير من الذنوب والاثام يريد تسجله المقطع ده يريد تحفظه المقطع ده معايا ويظن من كذب بكلمة انه بمنأ من عذاب الله ارجع معاكم واقول الفتيين اسلحة الشياطين قالوا اتفضل معنا اتصل معنا اتصل الو الو وعليكم السلام اتفضل الو ايوة الو اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام اتفضل سمعيني حضرتك سمعك والله اتفضل يا حبيبي معك محمد من فيوم يا شيخنا انا مش شيخ والله انا اقام معايا دكتورة في الشريعة ولكن حضرتك انا هنا رابل بتكلم كل المصريين الاشعاعات 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 اللي موجودة دوقتي على النت بقت مشكلة كبيرة دلوقتي ده حضرتك طب نواجهه ازاي اصد محمد حضرتك لما حد بيعمل صفحات بالوقتي في 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 ارياف ويتقلط دور ان هو رجل دين ورجل كويس ونص لاه يعرف مشكلة الحريم ومشكلة الرجالة ويرفع عامل اللي فلانة مع بنت فلان وفلان مع بنت فلانة ويقوم الدنيا وما تقعدش خالص طب احنا نواجه الكلام ده ازاي اصد محمد نواجهه مفيش مفيش رخابة بقى رخابة الالكترونية دلوقتي موجودة ما تمنع بحاجات دي ونحطي بالناس المسؤولة عن الموضوع ده وعندنا قسم خاص في وزارة الداخلية قسم المعلومات متخصص في هذا الامر وفي الجريمة الالكترونية وليه خطوط سخنة شاكرين يا سيد محمد قلنا مفيش حد يملك الحقيقة الكاملة طيب هنعمل ايه بقى هنواجه الناس دي ازاي اللي عملين يفت دول ويهروا ويهبدوا وخبالك ويخدوا في اعراض الناس دي انا نسيت صحيح دول بيخدوا في اعراض الناس يطلع على الفيس يقولك مثلا يعني من ضمن الهريل والزيطة وقلة الادب التي لا تنتهي يتداعي ان فلانة مش كويس يتداعي ان فلان حرامي ايه ده ايه الكلام ده ايه اللي بنعمله في بعض ده هو انت مأمور بكده ان انت تقعد تشيع في حال الناس وتسرد اخبار كاذبة ويفتكر ان هو بمنأة بالكلمة بتاعته دي بمنأة من عذاب الله يوم القيامة الساز قال لي ان في ناس ماتت بسبب شاعر والاستاذ التاني قال لك اصل في ناس بتعمل صفحات يقول لك الشيخ فلان والدعية فلان ويستجلب من عليها وقاحة وقاحة وقلت ادب معنا اتصال هلو ايوه اتفضل وعليكم السلام استاذ فريد اتفضل اتفضل يا فندم اتفضل يا فندم معاك انا عاد اتكلم عن موضوع الفتنة والشاعات طب اتفضل معاك والله يا حبيبي اتفضل 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 سامعينا طب نواجه الكلام ده ازاي نواجهه ازاي المجتمع بقى عميق في المسألة دي والافتراء على الناس بقى كتير نواجهه ازاي والله دي بتبقى راجع على الشخصية ذات نفسيها اول والعلم يكون مغيب في الوحيد هيا يعني طيب احنا متشكلين لحضرتك عندنا حلول عملنا بحس عشان نحاول نتصد للفتايين والهرين والهبدين والمؤرفين واللي بيصيروا شائعات وبيزوتوا في الزيطة واللي عاملين نفسيهم انهم ايه ليهم في كل حاجة لما عملت البحث ده بفضل الله وجدت عشان تبقى الامور نجحة لازم تواجه واجه قل له بطل بطل فتي بطل هبد بطل زيطة قل له واجهه الو 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 وعليكم السلام اتفضل حضرتك ازاي نواجه اتكلم على موضوع الفتي ده يا فندي فضل انا والله يعني نفسي نعمل رقابة للفتي هلو شاكرين هو الاستاذ برضو محمد من اسماعيلية بقول يعني نعمل رقابة والله يا جماعة احنا نعمل رقابة على نفسينا الاول خلي بالك انت رقيب نفسك انت رقيب نفسك انت مسؤول عن ضميرك هتخرج كلمة في حق احد خلي بالك انت بتصير القلائل انت بتعمل مشكلة كبيرة بطل هردي وفتي بقى تعبتنا بقى طب نواجه عن وجهه والله ما بهرج والله ده كلام في الصميم واجه وقل له مش عيب هتقول له اصلي عيب اكسفه لا اكسفه لا يا حبيب اكسفه قل له بطل فاتي قل له علمك ايه في كذا لما توقع في ناس ما برهاش يقعد يهري ويفتي في اي حاجة في اي موضوع هاشتري عربية يقولك انت هتجيبها بكذا الف يا عم بطل هردي مش كل حاجة لازم تبقى عارف فيها مش لازم تهري تعبتنا انت استهلكت بنزين كتير كل واحد يلتزم باللي ربنا اقدره عليه ربنا اقدرك على حاجة فهمك حاجة علمك علم خليك في نفسك هتفيد الناس فدهم ما تعدش بقى في مجال جدال ونقاش ويقولك اصلا خبير استراتيجي ده هو ما يعرفش كلمة استراتيجي اصلا والله ما يعرفها ويقولك اصلا خبير ناشط مش عارف في ايه والله العظيم ما يعرف هو بيتكلم في اي هر اي قلش اي كلام ارحموا مصر بقى ارحمونا بقى ارحمونا شوية خلي عندكم شوية دم انا عايزين نبني عايزين لما نروح عند ربنا نقول له يا رب احنا عملنا بنينا وعمرنا زرعنا صنعنا علمنا ولادنا كنا برين بابانا وامهاتنا مش عملين نهري ونفتي واحنا ملناش في حاجة هلو السلام عليكم وعليكم السلام تفضل حضرتك فن من دلوقتي تبع من الاسماعيلية تبع لانطارة شرق قرية اسماعي قرية العبور اهلا وسهلا تمام انا احضرتك دلوقتي عشان خاطر اروح اجيدي العيش تمام اه بقى اقوم الفجر والله العظيم الساعة لدى الفجر تمام وفي نفس الوقت يا فندم اه الله بنطلعنا بكل حاجة هنا ماشي يا جماعي الفوق ما تتخيل يعني فين حتة اه قرية اسماعي قرية العبور اتبع لانطارة شرق الاسماعيلية طيب هو يعني عشان تبقى انت تبقى انت في الصورة معانا لو انت متابع السيادة الرئيس في اخر الكلام لحضرته اه لا مجال للمجاملات الرئيس مد اشارة لكل الاجهزة لا مجال للمجاملات ان شاء الله بيا وبحضرتك وبالناس المحترمة اللي بتحافظ على البلد مش هيبقى فيه مجاملة مش هيبقى فيه وسطة في حاجة كل واحد هياخد حقه وما تفهمش كلامي ده ان انا بدافع عن حد لا 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 مش هيبقى عن حد انت لما تقول وغيرك يقول ده الكلام الصح بقى ده مش الفاتي ده الكلام المنضبط ان احنا بندافع به عن بلدنا لازم يوصل لك حقك لغاية عندك ولا هو نقعد نهري ونفتي شكرين لحضرتك مهم هنواجه بالمعرفة هنواجه الشقعات بالمعرفة هنواجه الشقعات بالاستوثاق ازاي انا واعوذ بالله من كلمة انا بقول لاسد زيتنا اللي موجودين في الاماكن الاستراتيجية في بلدنا المحترمة اي شقعة واجه ببيان محترم النهاردة الو الو السلام عليكم اتفضالي يا ام محمد اتفضالي اهلا ام محمد من الجحار اهلا وسهلا فادي اهلا وسهلا فادي اهلا وسهلا فادي انت حضرتك اديك شكي انا كنت متصلة بك عشان موضوع المدرسة وكده والحمد اللي انا كم يلدي لا يالجاني دي يعني ايوما حضرتك بقول لك كنت متصلة بك عشان موضوع المدرسة اهلا اهلا وسهلا افتكرتك بسمو بالبيتي جدا يعني وما يمتصل والو الحمد خدت حقك خدت حقك خدت حقك اقول الحمد انت في الاخر بتاخد حقك محدش تفضل عليك بحاجة انت خدت حقك ومحمد بتشكرنا انشكرين يا محمد انا ولا شفتها ولا عرفها والله بس هي اتصلت بينا في البرنامج وتواصلنا معاها في مدرسة من المدارس عشان اولادها والناس رحبوا بيها وخدت حقها بس هي محدش تفضل عليها بحاجة ده حقها في بلدها من حقها تاخد حقها واي مواطن من حقه ياخد حقه لكن احنا شغالين هاري وفاتش هو ده اللي احنا فلحين فيه طيب كنت لسه بقول كنت لسه بقول علاء كنت لسه بقول طيب معنا تقرير في اخر مشهد تفضل ته من زمان اول بلعة عديها وخشي بلعة ده اسم الشارع يعني لا شغال فحر اول فحر عديها تاني فحرة خشي بيه بلعات ايه وفحرات ايه امش فاهم يعني ايه شغال مطبط اول مطب عديها تاني مطبس نعا عديها تالت مطب خشي شمال فنان الجميل احمد حلمي بيعبر عن حال كتير من المصريين في مشهد رائع بيقول له خد المطب الاولاني وعد المطب التاني وخد يمين قاله ده ايه يعني مطب ده ولا بلع ده اسم الشارع بلع ده اسم الشارع حبت وزيطة وفاتي وفي الاخر ما دلهوش على حال ده حال كتير من المصريين واخد بالك يطلع يمله صفحة واحد صاحبه يعملها له على الفيس ويطلع يتصور واخد بال حضرتك واحد ما سيك لي شيشة والتاني ما سيك لي سجارة والتالت راكب عربيته ماشي يا سيني تصور مفيش مشاكل انا مش معاك انا مش ضدك انا عايزك عملت صفحة ماشي تواصل بس تفيد الناس حاول تفيد الناس من صفحتك اعمل خدمة جليلة للناس ما تقعدش تهبد وتفتي وتهري وتتعبنا انت شغل فكر نسع الفاضي كده انت جاء ما خدمتش نفسك ولا خدمت بلدك طيب عشان نلحق وقتنا انا بقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم الجهات المسؤولة في بلدنا وانا بشكر سيادة الوزير عمر مروان قبل ما نخلص الحلقة انا كنت اتكلمت في البرنامج من فضل ربنا علي اتكلمت عن الشهر العقاري ومشاكل الشهر العقاري والضغط غير عادي السيادة الوزير خدوا قرار الحمد لله رب العالمين فضل ربنا ويمكن ما فيش حد تتكلم في الموضوع ده غير برنامج ضد الفوضى اتخذ قرار بإلحاق الف موظف من الهيئات الحكومية للشهر العقاري لسد العجز بنشكر سيادة الوزير لانه اهتم مش اهتم بالبرنامج لا اهتم بالناس شاف ايه اللي الناس في مشكلة عند الناس في جزئية معينة ودي مسؤولية كل وزير ولو كل وزير اهتم بمشكلة معينة تخص الناس مش هيبقى فيه مشاكل هو ده الشغل هو ده الصح هو ده الاتجاه الصحيح لبلدنا انا بقول بعد اعوذ بالله مشتور رجيم بسم الله الرحمن الرحيم يبقى فيه بيانات اي شائعة طلعة تطلع الجهة المسؤولة تقول ليه ما تطلعش ليه ما نواجهش الشائعة بالبيان المرتب نطلع نقول الكلام اللي بتقال على السوشيال ميديا ما حصل دلوقتي السوشيال ميديا بقى تولي من اولياء الله الصالحين طلع خبالك هي اللي بتقول كل حاجة السوشيال ميديا هي اللي بتحكم كل حاجة ده كلام فارغ يطلع المسؤول من الجهة الفلانية يقول بيان يكذب فيه الشائعة او يؤكدها يريح الناس يطلع للناس بيان ويريحهم ويقول لهم هي دي المحاربة الحقيقية تطلع بيانات رسمية من دولتنا وبلدنا المحترمة تأكد معلومة معينة او تنفيها وده اللي السيادة الرئيس قاله في اخر لقاء نطلع نعرف الناس بالانجازات نطلع نعرف الناس وقت البرنامج خلص متشكل ويا رب اكون وصلت لكم معلومات جديدة ويا رب اكون في التكم ويا رب نشوف مصر ام الدنيا ويا رب نشوف المصريين في احسن حال كنت معكم واقل فرغالي ابو شوشة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة